لمزيدا من المتابعة ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مرسل القاهرة الإخبارية بداية أحمد كيف تبدو الأوضاع الآن لديك؟ نعم تحياتي لك في البداية الأوضاع الآن في العصمة اللبنانية بيروت هناك حالة من الترقب للكلمة المرتقبة بعد عدة دقائق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والتي من المتوقع تضمن موقفا صريحا من الاستهداف الإسرائيلي للضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وهي المعقل الرئيسي لحزب الله الاستهداف تم فيه منزل بأحد الأهم المحاور المرورية والمناطق الحيوية في الضحية الجنوبية واستهدف قيادات في حركة حماس على رأسهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري وما أدى إلى استشهاد سبع أشخاص وإصابة 13 شخص حتى الآن ربما هناك أيضا رمزية لهذه العملية التي تقع فيه الضحية الجنوبية التي تضم قيادات حزب الله اللبناني فالترقب سعيد الموقف في العاصمة اللبنانية بيروت أما على الحدود اللبنانية الجنوبية فهناك العديد من العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية من القطاعات السلاس للجنوب اللبناني القطاع الأوسط والشرقي والغربي تجاه أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووفقا لبيانات من حزب الله أن هذه العمليات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحة بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في المقابل نفذ أطيران جيش الاحتلال العديد من الغارات على بلدات في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية وتحديدا بلدة ريت الشعب التي شادت قصفا مكسفا وأيضا بلدة مركبة وبلدة بليدة وهناك استهداف لعدد من المنازل مما أصور عن استشهاد خمس أشخاص على الأقل حتى الآن طيب فيما يتعلق بربط المحللين بين ما حدث اليوم في إيران من انفجارين وما حدث الأمس من اغتيال العروري كيف يقرأ المحللين وأيضا الأوساط والإعلام اللبناني حدث اليوم في إيران والربط بين ما حدث اليوم وما حدث الأمس نعم هو يأتي في إطار وفق ما وصفته مصادر اللبنانية وأوساط سياسية اللبنانية في إطار جر المنطقة إلى حرب شاملة قبل أمس رئيس حكومة تصريف العمال اللبنانية نجيب ميقاتي تحدث عن هذا الأمر وقال إن إسرائيل بهذه العملية التي نفذتها في العاصمة بيروت لأول مرة منذ أكثر من سبعة عشر عاما تعد إشارة واضحة إلى رغبة إسرائيل في إدخال لبنان في هذه الحرب الشاملة ربما أيضا ما حدث اليوم في إيران يكون مؤشر على هذا الأمر وخصوصا التزامن بين ما حدث في بيروت وما حدث في إيران وتزامن ذلك أيضا مع ربما إحياء الحزب الله اللبناني في العاصمة اللبنانية بيروت للذكرى الرابعة لإجتيال قاسم سليماني القيادة الكبير القيادة الإيرانية الكبيرة فربما كل هذه الأمور تبدو مترابطة في هذا التوقيت تحديدا ولكن ربما المسعى الأكثر أو التحليل الأكثر إجميعا من قبل القيادات السياسية في لبنان أن هناك رغبة إسرائيلية أو استفزاز إسرائيلي من أجل جر لبنان إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل ومن أجل جر لبنان إلى الحرب الدائرة حاليا لتكون هناك جبهة كاملة في الجبهة الشبالية الإسرائيلية والجبهة الجنوبية اللبنانية بالتزامن مع الوضع في قطاع غزة بالطبع سنطبع معك مستجدات الأمور وبشكرك من بيروت الزميل أحمد سنجاب مراسل القهر الإخبارية شكرا جزيلا لك